من كبرى جعلتها وجهة لاحتضان العديد من اللقاءات الدولية الهامة حيث احتضنت مؤخرا قمة جمعت قادة الدول العربية على أدي بلدهم الثاني وبعد فترة وجيزة هاي اليوم بلادنا تستعد لاحتضان القمة الـ 31 للاتحاد الافريقي من أف النشرة يستعرض الموضوع بشكل مفصل مع سبيل سعيد الحبيب قمتان مع فارق توقيت ضئيل بحساب التحدي وحجب الحدث وقوة الاستحقاق ففي غضون أشهر قليلة أنقلت موريتانيا بيت العرب الداخلي ودعتهم إلى قمة عادية في ظرف استثنائي تجاوز العرب الخلافات وقطعوا الشك باليقين في حضور أخوي تلبية لدعوة جاءت من أقصى نقطة غرب الخريطة للاجتماع تحت الخيمة اعتزاز بالقيادة السامية تحت فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز كون عن الموريتاني تستقبل أو تنظم قمتين بهذا الحجم قمة العربية في السنة الماضية واليوم تستقبل قمة إفريقية هي الأولى من نوعها هذا يرجع إلى أن موريتاني والحمد لله شهدت نهضة في البناء التحتية أصبحت تخولها أن تنظم هذا النوع من القمة الكبيرة والحمد لله البعد الأمني كما تعلمون موريتاني الحمد لله رائدة في مجال الأمن في المنطقة أشكر فخامة الرئيس الجمهورية على اهتمامه بالوطن بجمهوري الإسلام موريتاني بأن عوضنا بأن تكون موريتانيا حسب ما رأينا الآن موريتانيا أصبح ورشة لجميع الميادين حيث أن صخص الذي يعرف موريتانيا في سابق إذا رأيها قارنها الآن يعرف موريتانيا تقدمت يعني حسب تقدمت في الأعلى الجهود التي بذلت على المستويين الديبلوماسي والتنموي مكنت نواكشوت من الظهور في أبهى حللها ضمن عرس عربي تداول فيه الإخوة ملفات مشتركة وثنائية وودعوا موريتانيا معجبين بما تحقق من لم للشمل وعودة إلى روح التواصل التي أريد لها أن تقطع نذمن هذه القمة الفريقية التي تعدل بلدنا لأول مرة بهذا الحجم والتي سبقتها القمة العربية لعدت بنجاح وراجع لها بنجاح وهذا يبين عن بلدنا هذا الحمد لله كسائر الدول باستضاعف قمة موك حبل الودي بين موريتانيا في عمقها العربي يمتد جنوبا محمولا على همزة واصل قوية بعمق إفريقي يضرب جذره في التاريخ والدم والجغرافيا ويجعل من هذه الدولة النامية محور اهتمام لا بل وافتتان بما أبرزته من حنكة وقدر على لملمة جراح القارة والسعي إلى بناء جسور من العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل من سنوات أعمل هنا سفيرا لجنوب إفريقيا في موريتانيا وذمن عاليا جهود الحكومة الموريتانية لكضانها أعمال دمة الإفريقية الحادية والثلاثين إن هذه التمع الفرصة كبيرة ليس فقط للتحاد الفريقي بل لموريتانيا أيضا لإحتفال بهذا الحدر العام ومن خلالها سوف يرغبنا كربط بيافة راسية وتمنى لموريتانيا النجاح في هذه القمة الفريقية التاريخية موكشوت عاصمة العرب في الأمس القريب هي اليوم عاصمة الأفارقة أيضا فهي بين هذين البعدين تأخذ مكان بياض العين من سوادها فتقدم رؤية واضحة شاملة أمام معضلات القارة والتي يأتي في مقدمتها الأمن والتنمية ممهدة لذلك برئاسة دورية للاتحاد الإفريقي ثم بقوات أممية في مناطق ملتهبة من القارة ثم بتبني وقيادة مجموعة الخمس في الساحل التي رأت النور في نواكشوت وشرعت في بلورة خطط ومناهجة تلبي طموحات شعوب المنطقة فيما يتعلق بالتنسيق والتعاون مع مختلف الهيئات الإقليمية والدولية لبناء جدار فولاذي قادر على صد كافة الأخضار المحدقة بالمنطقة هذه المرحلة وصلنا لها تبارك الله في فضل الجهود الجبارة والحنكة السياسية وإرادة الجادة الرئيس الجمهورية الأخ محمد عبد العزيز الذي أصر على الموريتاني تعود التألق العمقها والتألقها العربي الإسلامي الإفريقي عندما قطع العلاقات الموشينة مع الكيان الصهيوني وطرد سيفارة الكيان الصهيوني على حزمة من الإنجازات في هذا المجال منها وسطات السلام في كيدال وهبانجول وصبحت إنشاء بفكرة من أسيات الرئيس لإنشاء قوة إفريقية تتمثل في دول الساحل لبسط الأمن واستثبابه في المنطقة وهفحت الهرهاب وكانت فكرة كان من الأوائل للصدى وللهرهاب ولحد من توقل بداية 2009 هذه هي نواق شوط كشكول من التحولات الجذرية به تغيرت ملامحها واستبدلت شيخوخة كانت تسحف بمظاهر جمال وعمران حديث تفتح أبوابها وأمام ضيوفها الذين يأتون إليها في إطار القمة الحادية والثلاثين للاتحاد الإفريقية وعيونهم ترقب سحر الجاذبية العربية الإفريقية في جلبابها الإسلامي الناصع ترجمة نانسي قنقر